معايا تليفون ألو ألو أهلا وسهلا أزيك يا سيدة ماروة أهلا بيك تفضلي أنا بحبك جدا يا حبيبتي الله يجزيكي كل خير أهلا وسهلا بص حضرتك أنا وليك أنا مشكلتي بسرعة وليه لي تفضلي حضرتك أنا منتصل لبقلي حوالي سنتين ونص طمام وربنا كرمني بقلي سنة ومتجوزة طيب الحمد لله كنت رفض موضوع الجواز ده تماما عشان ابني معايا مالك آه بص حضرتك أنا منذات ما اطلقت طالقي ما ببعدش مصريف خالص لبني وإنتي ما خدتيش حق نفقة ما خدتيش حق قانوني لا 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 خدت المحمد رفع لي قضية وخدتي بس كان يعني كل أسبوع بخدت مصومة جنيه لي أنا ولما اتجوزت هو زعق وتصل ببابايا هدده في التليفون وقال له أنا كده مش هتجيها فلسها يتجوزت أنا طربت له أنا رجعها وحضرتك قلت له قلت لي أنا مش هرده عليك تاني مش رجوع تاني وبعدين وبعدين عنده بقول له اه مش هرجع عليك تاني انت قلليه لأدب وإنسان مش كويس اللي عيشها معاك استحالة وبنتي خلاص وانت تجوزت خلاص الموضوع انتهى آه بس ابني أنا مش عارف أصرف عليه خالص خالص جوزك بيعمل ابنيك إزاي بصي أكيد طبعا مزاي ابنه أه 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 بيجي عندي يعني كل شهر يومين في النار شهر وبيمشوا بيعملهم أحسن معاملة بس هو بيعمل ابني كويس كل حاجة بس أكيد مش هيحبه زي عيالي بس هو من أول من انتهى اتفقته هو عارف ان في مالك وراضي بمالك ومتقبل مالك ومفروض ان الأمور كانت واضحة أكيد طبعا حصل حاجة دلوقتي حاجة غيرته الأمور بيصار حلق يعني مش حاسة انه متضرر بيقولك أبو أولى بي لا مش بيقولك كده وكل شي يقولي وديه عند جدته ووديه عند جده ووديه عند تيتا أقولي لا مش هاوديه ابني لو مش انهم مش معانا ما قدرش يستغنى عنه لو فرطت ابني هفرط فيك برافو عليك برافو عليك ده حتة مني ما قدرش يستغنى عنه مم يعني هو عايزك توديه عند أمك أو أبوك وما يبقاش موجود او فانا قلتولي لا مش هقدر استغنى عنه يقولي خلاص انا بهذر لما لاني قلقت بقى وطرصب تعريق يقولي لا انا بهذر انا بهذر دلوقتي انا مش كلتش يا حضرتك اللي انا مش عارفة اصرف على ابنيه انا عارفة دخله المدرسة وعنده ست سنين ام ايوة طب وانا عايزة فهم حالة المادية على قدر ليه ليه ما ازبطيش مرتب أبوك وخدتي فلوس منه مامتي بتقولي عايزة فعلك قضية بس عايزة فلوس انا اجيب من الان فلوس وارفع محيميه او يعني انت مشكلتك دلوقتي في المحام اوه طيب اوكي خلينا ناخد رقم رعزك تسمعيني كويس قوي بقى تسمعيني كويس قوي في النقطة دي من الواضح من الواضح من اللي انت قلتيه انا استشفيت ان زوجك مش هادم ابنك ده اللي انا استشفيته من كلامك فكرة يلا صر بيه عن دمك او ابوكي وخليه يعيش بعيد عني ده يخلينا نقول انه هو كان عامل انه جدع في الاول وكان عامل ان الموضوع على هواه ووقت الجد وبعد معيشنا شوية مع بعض ابتدى يحس ايه خلي بقى الودد سته اولى بيه جده اولى بيه اوعي تفرطي في ابنك واوعي ام تفرط في عيالها مش فكرة ان انا اطلقت فانا على عيال دول امساه او اقول ابو ابوهم اولى بيهم الاصل في الرعاية والاحتواء الام على فكرة عشان نكون واضحين الرعاية والاحتواء هم بتوع الام الام اللي بتطبطب الام اللي بتداوي الام اللي بتراعي الام اللي بتأكل الام اللي قلبها بيتعسر هي دي الام هي دي الفطرة السليمة لكن الام اللي تبيع عيالها واتسبهم ان دي مش ام وفترتها مش سليمة عندها مشكلة لان الاصل ان حتى لو انفصلت عيالي ااخدهم في حجني اعطط بيهم 7 حطان زي القطة وما سبهمش اشتركوا في القناة